كنتيجة لونه وعرضه النادر كانت له حكايات وأساطير وخرافات كثيرة على مرر التاريخ لكن أكثرها شهرة بنلاقيه في فاركلور الأيرلندي اللي بيقول إن الجن والجنيات وأجزامهم بيخزنوا أوعاية الذهب بتاعتهم في نهايته لكن الحقيقة هي إننا ممكن نشوفه بس لو كنا في المكان والمعاد المنسبين وزي ما قال كلهم عالم الإدارة الوطنية للمحيطات الهلاف الجوي رؤيته بتكون لما بيمر الدور من قطرة المطر وبمناسبة الإدارة الوطنية للمحيطات الهلاف الجوي هي أوكالة عالمية بتركز جزئيا على ظروف التقص أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من مكعب روبيك النهاردة بنتكلم عن كوسكزح لما حد بيشوف كوسكزح فهو في الحقيقة بيشوف وهم بصري بينشأ نتيجة لانكسار وانعكاس الدور وطبعا الوهم البصري هو إنك تشوف حاجة يبقى مختلفة عن الواقع لكن في الحقيقة هي فعلا موجودة فلما بيمر دوق الشمس من أطرات المطر بينحين الدوق أو بينكسر وهو جوال أطرة فيعكس الدوق الداخلي من الأطرة وطبعا بيحصل على شعين المياه أكبر كثافة من الدوق المحيط بيها أثناء خروجه من الأطرة بيتفرق الدوق لموجات ويتكون الدوق المرئي من الموجات لها أطوال موجية متعددة وكل موجة بتظهر بلون مختلف يكون ترتيب الألوان كالتالي يبدأ من الأحمر من الخارج ويتدرج البروتقالي الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي وبعدين البنفسجي من الداخل وده لأن كل لون بينحيني في زاوية معينة مختلفة عن اللي جنبه وكل الألوان دي طبعا واقع في انطاق الدوق المرئي اللي هو من 400 ل 700 أو 800 نانو متر وعشان كده بيشوف الشخص كل لون في مكان مختلف على الأرض زي ما قال كلهون بيباني الكوس على شكل نحناء ومع ذلك فممكن انه يشكل دايرة كاملة وممكن تشوفه كمان لو كنت مثلا راكب طيارة وده برضو في الظروف المناسبة وبما ان كوس قزح بيتشكل من الضوء وأطالات المطر فأحسن وقت عشان نشوفه فيه هو يوم الطقس المشمس والدنيا بيتمطر برضو وبيضيف كلهون بتكون الفرصة معيقة أكتر لما بيكون اليوم فيه شمس وتكون الشمس فيه من زاوية منخفضة يعني الصبح بدري أو وقت الغروب بالتحديد وحسب كلامه فلو حبيت تشوف واحد من الأكواس دايت فالسر هو ان انت تبص للمطر وتدي ضحرك للشمس وبرضو دا بيكون في الظروف المناسبة وبسبب الظروف اللي بنتكلم عنها دايت بتكون جزر هواي من أكتر الأماكن على الكوكب اللي بيحصل فيها أكواس قزحة بيقول كلهم بتحصل رشاط المطر والعواصف غالبا في نهاية اليوم نتيجة للتدريس وتسخين الأرض خلال اليوم وبينتج عن النوع دا من رشاط المطر غالبا مطر غزير لكن بيفضل معزول فوق مركز اليابس وبما ان كوكس قزح وهم بصري أساسا فنفيش بعد محدود يعني الموقع بيكون بس بنسبة للشخص وده طبعا معناه اننا مستحيل نلاقي أي أوعية دهبية هناك أما عن أسباب ظهوره فحنا هنتكلم بس من الناحية العلمية والسبب علميا بسيط جدا هو ان زي ما تكلمنا في أول حلقة لما شات الشمس بتسقط على قطرة المية قطرة المية في التوقيت ده بتعمل زي المنشور الزجاجي اللي هو بيحل الضوء لسبع ألوان الطيف وبالمناسبة عشان تشوفوا كويس لازم ان تكون الشمس ورانا ونبص الفوق بزاوية 40 درجة وهي على فكرة نفس زاوية انحناء دوق الشمس لا تنسوش تشوفوا حلقتنا اللي فاتت استنوا حلقتنا اللي جاية وطبعا اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم معالف سلامة اشتركوا في القناة